السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تقول الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب في القبر الاول عندنا يوم التلتاء تساطاشر ستمبر الساعة اربع مساعا تحديث المحتوى هذا تحديث المحتوى التحديث يصير داخل ملفات اللعبة تظهر لنا بعض الاشياء الجديدة تلقائيا في اللعبة يعني هذا التحديث احنا ما ننزله وما لندخل فيه نهائيا خلينا تقول لكم بعض الاشياء اللي ممكن حتسير في هذا التحديث اول شي في عندنا باقي ثلاثة اسلحة ماتيك حتصدر معانا في اللعبة عندنا البندقية الهجومية وعندنا الشوزين والرشاشة الخفيف البندقية الهجومية والشوزين ممكن حتصدر في خلال الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم تمام؟ أما الرشاشة الخفيف سيصدر معنا في أكتوبر في الهلوين في عندنا الشيء الثاني اللي هو جوائز حدث إحالة الصديق حدث إحالة الصديق هذا عبارة عن حدث في تحديات ومن خلال التحديات هذا نحصل على حزمة مجانية أنا سويت مقطع وشرحت عن الموقع هذا بالتفصيل أحط لكم الرابط أصفل الفيديو اللي يبقى كامل التفاصيل تمام؟ ممكن سيصدر معنا في خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بعد كده عندنا يوم الخميس 21 ستمبر الساعة 4 مساء تحديات الأسبوع الرابع إن شاء الله سوي لكم شرح للتحديات ونزلها بقناتي نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم 21 أو 22 ستمبر ستغادل حزمتين مجر العناصر أول حزمة عندنا اللي هي الضحكة الأخيرة اللي هي حزمة الجوكر وفي عندنا حزمة ثانية حتغادر كمان اللي هي حزمة باتمان المحارب دول عباءة تمام؟ هذه الحزمتين نزلت قريب وحتغادر لكن احتمال كبير 80% إنها ما حتغادر وفورتنايت تأجل مغادرتها لوقت ثاني لأنه دائما الحزمات هذه اللي هي بالدولارات أما تنزل في مجر العناصر أقل شيء تجلس أسبوعين ثلاثة أسابيع أما هذه لها ينكم تقريبا نسبوع تمام؟ في ملفات اللعبة موجود إنها حتغادر يوم 21 ستمبر الاحتمال الأول ممكن هيصير عليها تخفيض الاحتمال الثاني ممكن تتأجل مغادرتها وممكن إنها حتغادر إلى الآن غير معروف لكن من اللي موجود في ملفات اللعبة إنه يوم 21 أو 22 ستمبر حتغادر بعد كده عندنا يوم السبت 23 ستمبر عيد ميلاد فورتنايت السادس في عندنا حيكون فيه تحديات وحيكون فيه جوائز مجانية التحديات عبارة عن أشياء يعني مرة سهلة تمام؟ وحيكون فيه عندنا جوائز مجانية عبارة عن حقيبة الظهر وأكس وبخاخ في كل موسم يصير هذه الثلاثة الجوائز المجانية ما يغيروها نهائيا لكن احتمال صغير يعني تقريبا عشر أو عشرين في المية حتنضف لها رقصة مجانية بعض المسربين ذكروا الشيء هذا بس صراحة إلى الآن غير مؤكد هذا الشيء وحيكون شكل الباص نفس النظام هذا وحتنضاف معنا الكيكات هذه اللي هي من خلالها حنسوي التحديات وحتنضاف الهدايا هذه الهدايا هذه مرة حيل وصراحة في فك الهدايا تحصل وسطها دائما أسلحة يا ذهبي يا بنفسي بعد كده عندنا يوم الاثنين 25 ستمبر ستتوفر حزمة الخزانة في مجر العناصر هذه الحزمة عبارة عن سكن وآكس وحقيبة ظهر ورقصة ومضلة شراعية ولون على حسب كلام راعي حزمة الخزانة قال حتتوفر يوم 25 ستمبر بعد كده عندنا يوم الجمعة 29 ستمبر ستتوفر حزمة الخزانة في مجر العناصر هذه حزمة الخزانة أنا ذكرتها الآن ليش؟ لأنه كثير من الأشخاص رسلوا لي في التعليقات على سكن هايدي وكثير من الأشخاص انتظروا وصراحة هذا الاسكن غايب عن اللعبة تقريبا حول 700 يوم وأكثر تمام؟ فليت جبت لكم سيرة عنه الآن لأنه اللي يبغى الاسكن يحاول يجمعه في بوكس عشان يأخذ الاسكن تقريبا الاسكن هو سعره يا 1200 يا 1500 في بوكس حتى حزمة الخزانة اللي قبلها نفس السعر 1200 أو 1500 في بوكس فهمتو كيف؟ صراحة الحزمة مرة حلوة عبارة عن لون ورقصة ومظلة شراعية واسكن طيب هذي كانت جميع أخبار الأسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائماً لما نزل مقطع الأخبار بعض الأحيان بعد ساعة أو ساعتين تظهر أخبار جديدة أو ينفك التشفير عن بعض الأشياء وتنزل تسريبات جديدة فذا ظهرت معايا تسريبات أو أخبار جديدة حنزلها في المنتدى وذا ظهرت أخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدة كذا وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر وفأمان الله ترجمة نانسي قنقر